السلام عليكم أهلا وسهلا بكم نتمنى لكم تكونوا مزيانين الصحيحة ديالكم بخير وعلى خير مرحبا بكم معي في وصفة أمي أمن نجيحة كان بغي نرحب بالناس اللي نضموا لي جداد وكان كلهم شكرا على الاتيقة ديالكم والناس اللي قدام الله يحفظكم ويرعاكم ان شاء الله اليوم بغيت نشارك معكم هاد الحرشة اللي نقدرو ندروها الفطور واللالقوتي كتوجد معانا بسرعة هاد الحرشة ما غادي تلقاوها لفزنقة وانا عند المحلبات حرشة اللي كتجي رائعة شيشة كتدوف الفوم اللي تقدر يتاكلها بلا مدوزيها لبقتي ولا بقهوة كتجي غزالة نتعرفوا ان شاء الله على الطريقة والمقادير بسم الله على بركتي الله غادي نعطيكم المقادير هنا يا بالكاس و بالقرام عندي فاتساشية 500 جرام يعني نصف كيلو ديال السميدة ديال الحرشة عبرتها معاكم بالكاس كتاخد ليه اربعة ديال الكيسان يعني الى ما كان شعن لكم نصف كيلو معبور غادي تاخدوا ربعة ديال الكيسان ديال السميدة غادي نضيف ليهم واحد المعلقة عمرام ديال السكار سانيدة غادي نزيد عليهم نصف كاس ديال الزيت و العبار كيف ما كان قول لكم دائما بقياس كاس العنبه غادي نخلي لكم ان شاء الله في صندوق الوصف غادي نضيف ليهم واحد المعلقة صغيرة ديال الملحة و نزيد ليهم الخمارة ديال الحلوة عندي هاتساشية فيها 15 جرام يعني غادي نضيرها كلها كانت عندكم ديال 8 جرام غادي نضيفه جوج غادي نخلط هاد العناصير مع بعديتهم يعني عادي نبس بس هاد السميدة مع هاد الزيت مع هاد الخميرة يعني الغرض هو انه تبس بس مزيان هاد السميدة وتلبس كلها بديك الزيت وهالي دي ما كان قولها ليكم يعني قاعد في الحرشة اللي اه حضرت معاكم ضروري هاد العملية ديال ان الحرشة تلبس بالزيت تلبس بالزيت تلبس بالزيت مزيان خطوة مهمة باش كتجي معنا ديك الحرشة اللي مهوية وفتية وشيشة هنا غادي نضيفوا لها واحد القشور ديال البرتقالة كيف ما كتشوفوا التنسيم انا هنا درت القشور ديال البرتقالة ودرت عاصير ديال البرتقال كاس كله هاد العاصير ومع هاد القشور كيعطيونا واحد الماضاق رائع لهاد الحرشة ديالنا وزيت كاس ديال الماء يعني جوج كيسان كاس ديال العاصير ديال البرتقال وكاس ديال الماء هاده هما هاده هوا القياس اللي غادي نحتاج باش نروي هاد الحرشة ديالي كيف مما كتشوفوا الخليط اللي حصل معليه نوعا ما خفيف هاده نخليوها على جناب ما غاديش نخليوه واحد لوقت ولا غير بما بريباريت المقلى ديالي كيف ما كتشوفوها دهنتها مزيان بالزبدة خصوصا اللي كانت عندكم المقلى كتلصق كيف ما انا حاولوا الدهنها مزيان بالزبدة باش ما تلصقش معاكم الحرشة غادي نضيف لهم نضيف لهاد الحرشة كيف مما عفوين نضيف لهاد السميدة لديك المقلى نحاول للبسها تهي بسميدة هاكا وهانتما كتشوفو القوام ديال الحرشة ديالنا كيف شرجع يعني غير ذاك الوقت اللي وجدت المقلى نرى الحرشة كتشرب وكتصبح على هاد الشكل هاده كنحاول نخلق منها هاد الشكل الدائري ونرشاكها بالسميدة سافي ونحطها في المقلى ديالي ونبدأ كنبسط فيها طريقة اللي ساهلة وبسيطة وكيف ما قل لكم يعني لي زربان ولا في الصباح ولا في القوتي يعني الحل السريع بسرعة كتوجد معنا هاد الحرشة وكتجي لديه بهاد العصير اللي ديال الليمون وديك القشور ديال الليمون كي يجيوا وراء يعني كيعطيوها واحد الماضاق غزل بساف 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 هانتما كتشوفو كيف شاحت ابسط هاد الحرشة ديالي باعدها الشكل يعني كنحاول ناخد بيد الجنب ويد كنبسط بيه هكا ومن بعد كندوز على الحرشة به هاد الشكل كيف مما كتشوفو باش مكيبقاش هادوك الاصابيع تيالي مصورين في الحرشة وغادي ناخد هكا واحد اللي معلقها ولا هكا اللي كانت عندكم وحاولو هكا تستويبو هادك يعني تتقدو به هادك الجنب يعني استويبو هادك الجنب هكا باش كيجي الشكل دائري ديال الحرشة وغادي نديرها على نار ما تكونش عالية بزاف وما تكونش يعني قليلة يعني شيئا ما فوق المتوسط الحرشة اعطيوها للعافية اللي ما تكونش قليلة بزاف باش كتطلع معانا الحرشة كيف مكتشوفو كنبقا كندورها هكا وإلا شفتوها على الشكل دارت هاد البويقات بحال هاد الشكل هادا غادي تشدو شيء تبصيل هكا وتحطوه بحد لمدة ديال خمسة ثواني هكا تحطو فوق ديال الحرشة ومن بعد كتحيدو التبصيل صافي وهادو كل الفوق عاد ما كيبقاوش وكتصبح لنا الحرشة ديالنا بهات الشكل داما بعد ما طابت غادي ندوزو ان شاء الله انقلبوها حتى كتشوفوها بانا نشفت ما اللي فوق نيهائيا عادوزو تقلبوها خدو شيء تبصيل هكا وقلبو الحرشة ديالكم على هات الشكل كيف مكتشوفوها وتحاولو تحيدو ذاك الفائد ديال السميدة اللي بقى في المقلى حاولو تمسحوه وعاد ترجعو الحرشة ديالكم كيف مما كتشوفوها هكا الطيب محمراء يعني صافيو كان بقى كندور فيها كندورها هكا حتى كتطيب عاو تاني على الوجه الاخر وكان قلبوها وكتكون هكا طابط كتجي محمراء وكتشي رائعة كيف مما شفتو معايا طريقة اللي ساهلة بزاف بزاف وكتجي واحد الحرشة غزالة تستحق انها تجرب يعني لقد لكم مضاق ديالها غزال والشكل ديالها رائع المهم نتمنى انكم تجربوها وتخليوا لي في التعليق كيف اجا في جاتكم وطبعا غادي نخلي لكم الروابط ديال الحرشة حرشات اللي ضيجة حضرت معاكم وكان يعني نالوا لإعجاب ديال بزاف ديال المتتبعات واللي صدقات معاهم الحرشة غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف وغادي نخلي لكم حتى الرابط ديال املو إلا بغيتوا تدهنوها باملو تديروها باملو كيف مما درتها أنا كاتشي لديدة وكاتشي غزالة كان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم ان شاء الله نتلقوا فيديو اخر بمشاء الله تبقوا على خير مع السلامة وتهلوا لي فراسكم باي باي اشتركوا في القناة